السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وكل سنة وانتم طيبين بعد أول 48 ساعة من بداية السنة الجديدة 2022 قرر أكتر من وكيل لأكتر من علامة تجارية في مصر رفع أسعار الترازات اللي بيقدموها في السوق المحلي واللي بلغ عددها لحد دلوقتي 13 طراز مختلف وبرغم الزيادات دي إلا أن الترازات دي تحديدا ما حصلش فيها أي تغيير ولا على مستوى الشكل ولا على مستوى المضمون كل الجديد في الموضوع أنها موديلات 2022 وبس من أبرز العلامات دي وأولها كمان كانت علامة سكودا للتشيكية اللي وكيلها في مصر كيان إيجيت التوكيل زود أسعار كل الطرازات بقيم متفوتة على حسب الطراز والفئة معادة الكاروك فمثلا سكودا أوكتافيا موديل 2022 زادت أسعار فئاتها الأربعة 15 ألف جنيه سكودا سوبر بموديل 2022 برضو زادت أسعار الفئات التلاتة الأولى منها بقيمة 10 ألف جنيه أما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزاً اللي بتنزل بمحرك 2000 سي سي ودفع رباعي فزادت 30 ألف جنيه سكودا كامك كمان استقبلت السنة الجديدة بزيادة في سعرها ووصلت لـ 10 ألف جنيه على الفئاتين اللي بتتقدم بيهم في السوق المصري سكودا سكالا كمان كان لها نصيب من الزيادات دي ووصلت لـ 5000 جنيه على الفئاتين اللي بتتقدم بيهم وأخيراً سكودا كودياك اللي بتطرح في موديل 2022 بسبع فئات أول فئة بخمس مقاعد زادت 10 ألف جنيه بعد كده الفئات من التانية للسادسة بسبع مقاعد وزادت أسعارها 15 ألف جنيه أما الفئة السبعة والأعلى تجهيزاً من محرك 2000 سي سي فزادت 30 ألف جنيه العلامة التانية اللي أسعار درازاتها زادت مع بداية السنة هي نيسان أو علشان نكون أكثر دقة فنيسان ساني الحقيقة هي الوحيدة من طرازات نيسان اللي زادت أسعارها في 2022 وبلغت قيمة الزيادة في أسعار ساني صحبة لقب الأكثر مبيعاً في فئاتها 2500 جنيه على كل الفئات الأربعة اللي بتتقدم بيهم في السوق المصري بما فيهم الفئة المانويل هايونداي كمان كانت العلامة التالتة اللي قررت ترفع أسعار بعد طرازاتها في 2022 وكان الطراز اللي وقع عليه الاختيار هو الإلنترا سي أن سيفن الجديدة واللي زادت أسعار فئاتها التسعة بقيمة 2000 جنيه على كل فئة بعد كده ندخل في العلامات الصيني واللي قص الشريط زيادات في 2022 منها كانت علامة شانجان من وكالها غبور أوتو واللي قرر زيادة أسعار الأل سيفن بفئاتها التلاتة 2000 جنيه ودي كانت نفس القيمة اللي زادت بيها فئتين الإيدو 2022 أما شانجان سي أس 15 فزاد سعر الفئة الأولى فيها 2100 جنيه والفئة التانية 2900 جنيه وأخيرا علامة جاك واللي بيقدمها في مصر القصراوي جروب وكان طرح أول عربية سيدان للعلامة في سبتمبر 2022 باسم الجي سيفن جاك بتقدم طرازين SUV الطراز الأول هو S3 واللي زادت أسعار فئته الاثنين ما بين 3000 جنيه للفئة الأولى و 4000 جنيه من فئة التانية أما طراز الـ SUV التاني فكان الأخت الكبيرة للـ S3 واللي هي الـ S4 واللي زاد أسعار فئتها الأولى والتانية 2900 جنيه وأخيرا الطراز السيدان الوحيد من جاك واللي تكلمنا عليه واللي هو الجي سبن زاد سعر الفئة الأولى بقيمة 2100 جنيه والفئة التانية بقيمة 1100 جنيه وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو الخاص بتغطية أول زيادات حصلت لأسعار العربيات في السنة الجديدة 2022 شارك في إعداد التقرير ده هبة القاضي وأمنية صلاح الدين وكان معاكم عمر عبد المقصود نشوفكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر